تحياتي الجزائر النووية؟ نعم وبحق فهي البلد العرب الوحيد الذي عانى من التجارب النووية على أرضه والجزائر من المقومات التي لديها الآن سيكون لها شأن عربيا بتطبقات النووية السلمية مستقبلا لما لها من هذه الإمكانيات وخاصة قدرات البشرية فما هي الحكاية؟ وكما نرى فإن الجزائر مفاعلين للأبحاث أحدهما بقدرة 1 ميجاوات والثاني 15 ميجاوات والمفاعلين يكملان بعضهما البعض وقاعدة جيدة للتدريب والبحوث والتعليم وإنتاج النظار المشعة لتغطية الاستخدامات الطبية والصناية بالجزائر الجزائر بلا شك تمتلك على مستوى أفريقيا إمكانيات نووية بحسية كبيرة توازي إمكانيات مصر وجنوب أفريقيا في الأموم نجد أن عدد المفاعلات النووية للأبحاث في أفريقيا محدود جدا 11 مفاعل من مجموع 817 مفاعل بحسي تم بناهم على مستوى العالم منذ الخمسينات وحتى الآن ولذلك في أن إمكانيات الجزائر ومصر وليبيا في المقابل تستحق الإشادة بها هنا يجب أن أذكر كونو كأول دولة استخدمت مفاعل نوو بالقارة الأفريقية عام 1959 تلتها مصر عام 61 ثم جنوب أفريقي 65 ثم ليبيا 81 ثم جزائر 89 وغانا 94 ونجاريا 2004 وأخينا المغرب 2007 المفاعل الأولى الجزائري نور هو أرجنتيني السرن بقدرة 1 ميجاوات وبدأ العمل بها عام 87 وتم تشغيله في مارس 89 في رأيي الإختيار موافق والأرجنتين قامل بتدريب عدد من العاملين الباحثين لديها على نفس نوعية المفاعل بالأرجنتين الأرجنتين شائدت عدد من هذه المفاعلات النووية خارجها ومن المفاعل النور مصر الثاني بخدرة 22 ميجاوات وتقوم حاليا ببناء المفاعل السعودي وهذا المفاعل يستطيع أن يكون ركيزا للتدريب والتعليم في كثير من المجالات المفاعل الثاني في جزائر السنام هو مفاعل صيني وبقدرة كبيرة 15 ميجاوات ويستخدم الماء السقيل في التبريد وهو مفاعل جيد لقدراته وخاصة بمجال تصنيع النظار المشعة ولو نظرنا بدقة سنجد أن جنوب أفريقيا لها خبرة كبيرة بإنتاج النظار المشعة للتطبيقات الطبية لديها مفاعل بخدرة 20 ميجاوات مفاعل مصر بخدرة 22 ميجاوات والجزائر بخدرة 15 ميجاوات وهم أكبر مفاعلات أبحاث بالقابل الأفريقية ولكن عند إتمام بناء هذا المفاعل الجزائري واكتشافه من الدول الأخرى بدأت الصحف الأمريكية تشير ليها عام 1991 ونشرت عرض من الصورة الفضائية له وبدأت كسيمة الدول تستغرب من طريقة بنائه وتتسال عن إمكانياته الحقيقية ودعت أن هذا المفاعل قد تصل قدرته إلى 60 ميجاوات وليس 15 ويوجد حول بعض المواني الغير معلن عن غرض استخدامها على وجود وحدة دفاع جوه بالقرب منه وطبعا النتيجة الحديث عن برنامج عسكري لإنتاج البلوتونيوم وخرج التصريحات أن هذا المفاعل يستطيع إنتاج حوالي 5 كيلو جرام من البلوتونيوم ما يوازق بلا نووية سنويا الغريب في الموضوع أن المفاعل لم يكن سريا بل أن الأمريكان قد بلغوا أصلا من الصين بشأن هذا المفاعل وقدراته وذلك قبل هذه الحملة بسنوات تعاملت الجزائر بهدوء ووقعت على الاتفاقيات والبرتوكولات اللازمة مع الوكالة الدولية للطاقة الضرية لتهديئة هذه الدول ولتبين أن برنامجها سلم الطابع فقد وقعت مع الوكالة الدولية الضرية بلغوا بشأن هذا المنشأ في فبراير 1992 بعد أن كانت الجزائر غير موقع أيضا على معالة عدم الدشار وقعت وصدقت على ذلك في يناير 1995 ولقنا هذه القصة التي لا تنتهي بشأن المفاعلات النووية بالمنطقة العربية سواء بالعراق وسوريا وليبيا والجزائر كما وضحت بالفيديو السابق وتعطيل استخدامات مفاعلات الطاقة بالمنطقة طوار 60 عاما حتى استطاعت الإمارات أن تخترق هذا الحاجز وتبني أربع مفاعلات الآن وأخيرا مصر بعد صراع دام من السبعينات حتى 2017 استطاعت التوقيع مع الروس لبناء مفاعلات طاقة وتحد التنفيذ الآن وهذا مثال واضح على عرقلة التطبيقات السلمية بالمنطقة العربية وتجعلها مكلفة جدا وانعاكس ذلك على مستوى التكنولوجيا المستخدمة بالمنطقة إلى آخره من أمور لأن الخوف الدائم من إمكانية استخدام هذه الإمكانيات النووية في برامج نووية عسكرية والإستخدام المزدوج يعقد الأمور كثيرة ماذا عن مفاعلات الطاقة في الجزائر؟ منزل التسعينات والطريق مفتوح أيضا لجزائر بعد التوقيع على كل هذه المعادات لإنشاء مفاعلات طاقة كهربية ويوجد الكثير من الجهود في هذا المدمار ووضع الجزائر في خطتها الطاقة النووية لتعزيز قطاع الكهرباء بها وانعاكس ذلك في كثير من التصريحات الصحفية أو بحوث ودرسات تعرض بالمؤتمرات الدولية وبالوكالة الدولية للتقصرية وكان من المفروض الانتهاء من إنشاء مفاعلين بقدرة 2400 ميجاوات حتى عام 2027 مع وجود خطة أكبر لبناء عشر مفاعلات نووية على أي حال؟ اعتماد الجزائر على الغاز يؤجل استخدام الطاقة النووية وخاصة بعد حوادث تشنوبيل ثم في كوشيما في عام 2011 بما أجل هذا المشروع تأجل هذا المشروع ولكن الجزائر تريد كما هو واضح تنفيذ مشروعها النووي في مقاومات المشروع النووي الجزائري موجودة فهي لديها احتياطات من الورانيوم سواء من خامات الورانيوم نفسها أو من خلال توفر خامات الفوسفات الكبيرة كما شرحت بالفيديو السابق ثم الخبرات البشرية فجزائر لم تكتفي بإنشاء فقط مفاعلين للأبحاث بها بل أنشأت أربع مراكز للبحوث النووية وجزائر لديها القدرة على التعاوم مع العديد من الدول في هذا المجال مثل الصين وروسيا وأمريكا لتحقيق بداية هذا المشروع حتى 2030 تحياتي وإلى لقاء آخر